السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في فيديو جديد من كورس العيزة 500 الفيديو اللي فات احنا دخلنا على البرتال وانشأنا البوليسي بأدينا وشفنا ان تأثيرها زي ما قلنا في مميزاتها تأثيرها بيبقى وقتي أو لحظي علشان تفهم ليه التأثير بيبقى وقتي أو لحظي محتاج من حضرتك 4 دقايق علشان تركز في اللي اقوله لك هنتكلم النهاردة عن حاجة اسمع ARM مصطرح شهير جداً في أجر اللي هو اسمه او اختصاره ARM وترجمته Azure Resource Manager طيب ايه الـ Azure Resource Manager و ايه علاقته اصلاً بالبوليسي هقولك لحظة واحدة واحدة كده وهي فهم معايا مش احنا لما دخلنا او حضرتك لما بتدخل على البورتال بتقوله انا محتاج اعمل ريسورس اياً كالنوعه سواء بقى في نت سواء ساب نت سواء كونتينر سواء سورج اكاونت سواء في ام فانت بتخد بتدخل على الـ Option على البورتال ومنها تقوله والله Create VM صح كده هنتخيل ان خضرتك واقف هنا على البورتال محتاج تعمل لهم VM خلاص كده ده اسمه ايه؟ ده اسمه Request صح كده؟ طلب ده اسمه Request الـ Request جاي منين؟ جاي منك؟ رايح فين؟ رايح للبورتال؟ لا هو في الحقيقة مش رايح للبورتال هو في الحقيقة الـ Request بيروح للـ R للـ Azure Resource Manager خلاص كده يا شباب؟ بياخد منك الـ Request ده وبيفروضه المين؟ نركز بيفروضه المين؟ بيفروضه للـ Policy يروح تشيك يقول لها يا بوليسي يا سيرفيز يا لطيفة يا اللي اسمك بوليسي هو في حاجة عندك في حاجة عندك تمنع ان الراجل ده يطلب New VM فالبوليسي ترد تقوله ايه؟ هو جاي من اللوكيشن الاسمه كندا او الهند او US او مش عارف ايه؟ يقول لها اه ده جاي الـ Request كذا تقوله والله يروح تقوله انه في حالة طلب New VM في بوليسي بتقول ان انت هتاخد VM من نوع M مثلا تمام؟ فيروح الـ Azure Resource Manager راضد على الـ Request برد البوليسي فهنا هنا البوليسي وقفة فين يا شباب؟ وقفة بين الـ Request وبين الـ Provider اللي هو الـ Arm او الـ Azure Resource Manager خلاص؟ دي الـ Structure الخاصة بالبوليسي ثاني واختصاراً البوليسي موقعها بيبقى بين الـ Request اللي حضرتك بتقدمه علشان تنشئ به الـ Resource وبين الـ Provider الـ Provider هنا في حالتنا مين؟ الـ Azure Resource Manager خلاص؟ ياخد منك الـ Request ويروح يشيك عليه يشوف متطلباتك ايه؟ اه انت محتاج تعمل Storage Account ايوه من نوع Standard اه طيب هتحطه في الـ الـ Location بتاعه يبقى الهند او يبقى الامارات او يبقى مش عارف ايه؟ اه طيب البوليسي بقى والله بتقولك ان انت ممنوع تنشئ Storage Account من نوع Standard في الـ Location اللي انت مختاره ده خلاص؟ طيب حلو ايوه انت الـ Request بتاعك ان انت تعمل آآ VNet خلاص كده؟ والله من Class A تمام؟ وحطتها مثلا في الامارات فيروح يشيك في بوليسي منعه انه اعمل VNet من نوع Class A وحطها في الامارات فالبوليسي تقول له روح قل له روح لصاحب الـ Request روح يا Azure Arm او الـ Azure Resource Manager روح اقول للرجل صاحب الـ Request ده ان انت ممنوع اصلا من ان انت تعمل VNet في الامارات فيروح الـ Arm واخد من البوليسي الرد ويطلع لك ايه روح ظريفة يبقى اختصارا احنا قولنا ايه اختصارا حضرتك احنا بنتكلم على حاجة اسمها البوليسي الـ Request اكتشفنا فيها ان البوليسي وقفة بينك انت كالكوست او بين طلب بتاعك بعد كده بيتشك تتحول على الـ Policy بعد كده تدخل على الـ R هنا الـ Policy موقعها وقفة بين الـ Request وقفة بين الـ Provider هو اللي بيحقق لك الطلب واسمه هو المسؤول عن انشائر هو المسؤول عن توفيره هو المسؤول عن عملية بتاعته هو المسؤول عن عملية المرأبة بتاعته هو المسؤول لذلك تسمي فلاسكنا يا شباب موقع البوليسي فيه مش عزوني اطول في الكلمتين دول بس لازم تفهمها وقفة بينك وبين الـ Request وبين الـ Provider في الفيديو اللي جاي هنشوف ان الـ Policy دي اللي احنا بقالنا دلوقتي تقريبا رابع او خامس فيديو بنتكلم عليها ليه حاجة اسمها الفكت تأثير وهركتشف انه هم خمس تأثيرات وتكون لي تأثير فيهم بيعمل حاجة معينة تمام؟ شباب الكلام ده مهم جداً وهو ده اللي هيخلي حضرتك فاهم وهو ده اللي هيخلي حضرتك محترف وهو ده اللي هيخليك فيما بعد كل حاجة تبقى بالنسبة لك واضحة وبسيطة وسهلة وهيفرق بينك وبين واحد دخل الامتحان وعدة ورفع البروفيل بتاعه وسقف سقف انا بقت اجر سكيروتي انجينير خلاص كده اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته